السلام عليكم كبيري اللي بس عليكم تمنى تكونوا كاملين بخيروا على خير اليوم ان شاء الله سنحضروا مع بديتنا المقروط مع السلالبنات اللي تيجي ناجحة كل المبتديئات سنعطيكم السر نتاع التعليكة التمر و السر باش يجيكم المقروط الشيش و زوين في نفس الوقت و وقت دخلوا للفران من تيجيش قاسع فتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نجح معكم وصفة البنات و ما تنسوش تشجعوني بلايك و بارتاج الويديو فبنسبة المقاذير غادي يكونوا سهلين و بصص كيف نمعودكم دائماً ها تحتاجوا فيهم 450 جرام تاع السميدة رقيقة او اللي السميد الناعم او اللي السميدة نتاع الحلوية ترا معروفة ها تحتاجوا 150 جرام تاع الزبدة مدوبة فتن دوبة عند تنعبر منها 150 جرام او اللي كاس نتاع العنبة نقص من نصب بنيسبة اللي بنات اللي ما عندو مش الميزة تحتاجوا قريصة نتاع الملحم و راس معلقة نتاع انتاع الزهر اللي ما عندوش انتاع الزهر فغادي تجيروا معلقة نتاع مازهر غادي نحتاج ال 125 جرام تاع الحليب اللي ايا كاس الا ربع تاع الحليب بالنسبة اللي العبار بكاس تاع العنبة تنبس بس هاديك السميدة الرقيقة مزيان مع الملحة و هاديك 150 جرام متاع الزبدة اللي قلت لكم هي كاس العنبة نقص صبع تتبس بس مزيان ديك السميدة اللي عندكم الوقت تبس بسوها بالليل وخليوها أنا غادي نخدمها معاكم تقريبا غادي نخليها غير 15 دقيقة و غادي نخدمها معاكم فكل ما قاعدت تسميدة لبنات و شربات تيك الزبيدة كل ما جاتنا زوينا و جاتنا المقروط فتي و زويين بالنسبة للحوشوة فغادي نحتاج 150 جرام تاع التمر اللي ما عندو مش تمر عادرها العقدان تاع التمر او اللي العجين تاع التمر راتي تباع البنات متوفر في جميع المحلات تجارية اللي يتيبعوا مستلزمات الحلويات اللي ما عندها شاكة و مخرجات شريفة عندك غير التمر غادي تاخديه و غادي تفوره و تنميسو و غادي نخدمو به هادي يحتاجون راس معلقة نتاع القرفة و راس معلقة نتاع القرنفل و تحتاج الجل مع القطاع الزيس كيف مادة تشوفو في الحوشوة انا ما ضفتش الزبدة فاضفت غير الزيس لان زبدة ما تجيبش انا هاد العقدات على التمر معلكة جربوا البنات الزيس و خدموا العقدات على التمر بالزيس و غادي تشوفو النتجة اللي غادي تحصل علها فتيجيكم التمر كم معلك و تيجي زوين في الحوشوات نتاعكم و بالنسبة للقرنفل فتيجة و تيتوتى البنات مع التمر غير جربوا و ان شاء الله و ما عديش تندموا سوف تنخدم ديك العقدات مزيان حتى تتشرب ذوك المقادر و تندوزل ديك السميدة اللي خليتها تشربت ليا تقريبا 15 دقيقة كي قلت لكم انتم ما يل عندكم الوقت تخليوها ليلة كاملة تنضيف عليها ذاك شوية نتاع روح الظهر روح الظهر تتعطي واحد المدق زوين البنات حسن من المزهر غير ايه ما تكتروهاش باش ما تمررش لكم الحاجة سوف تنبقى نجمع بالحليب فبالنسبة للحليب البنات فتنجمعوا هذا المقروط هذا بحل حرشة تنخليو العجين جاري واحد شوية وورا كل مقاعد كل ما تتشرب الحليب البنات ما دفيتوا موالوا فتنخدم به بارز يعني حليب عادي وصير نتاع الناجة هاد المقروط هذا وتنخدموه بحل حرشة فمتان بقاوش نعجنوها البنات فاديك السميدة حتى تطلق لنا الطحين لا تنجمعوه غير بريوس نتاع اسبانه ومتان ندلكوش العجينتانه باش ما تخرش لنا الطحين وجي صراحة ملك ملك دا ولا ما عارش كيف نقول لكم البنات المتو مره سوف تنجمعوه بالنسبة للعجين فا راتيكون مرخوفة كيف ما تيبه لكم وطا نقطة تنخليت قريبا واحد ثلاثين دقيقة تل عشرين دقيقة بين عشرين ثلاثين اراتي تشرب عادي باش غادي ندوزو نخدمو به فبالنسبة الكائنين بزاف طرق طوال الخدمة انا غا نخدم معاكم بعض المولادة اللي هو وسائل و بسيط و تشيكونا كم توفره بثمان اللي هو مناسب ومشاء الله نحط لكم اشكال اخرين من المقروط هكا في المولادة نتوع السيليكون واشكال اخرى اللي جداد ان شاء الله سوف تنخلي ديك سميدة حتى تتشرب كيف ماشته وتنبدأ تنشكل فيها فتندير كبيرات نتوع العقدة نتوع التمر و تنخليهم جانبا فبنسبة للعقدة ممكن طفولها البنتك حتى شويان تعلو زمار مش فراتيجي زوين فيها انا اكتفيت بعض المقادر هادو ولكن انتو ما تتبقى لكم حريات الاختياع سوف اذا ناخد المول تاعي فالمول ضروري الدهنه او لا ترشو بشفيان تاع الساميد الناعيم باشها كما يتلسقش لكم هذا المقارض فيه و يخسر لكم الشكل تاعو و تنجمع الكوران تاعي طرش كي قلت لكم ممكن تخدمو حتى بعض المولادة حتى وتيجي زوين و راح توام بتوفر باتمينة اللي هي مناسبة في الاسواق سوف تنكور كي قلت لكم طرش بسميدة و تنحط الكوران تاعي و تنضغط بجيام زيان باش تاخد الشكل ولكن ضروري من الساميدة كي قلت لكم باش ما تلسقش لكم في هاد المولات و يخسر لكم الشكل تاعي بدا تنضغط بشكل اللي هو عادي و تنضرب المول انتاعي تنخبط بها رات تنزل بكل سهولة و كي قلت لكم ان شاء الله نحط لكم بزاف تعليق تراحات من هاد المقارضة ده اللي غادي يعجبوكم ان شاء الله فما عليكم غير تشجعوني البنات بلايك و بارتاج الفيديو باش نزل نحط لكم وصفة اخرين اللي غادي يكونوا زوينين صراحة و حسريين واك كم عسالات اللي زوينين و صفة البنات تنبقى تتنكمل بنفس طريقة و تنخليهم تقريبا واحد الساعة كي يرتاحوا في في اللاطة بالنسبة اللاطة تنجريه اما ورقة هي اولاندهنا مزيان بالزبدة عاد باش نستفادوك هادك المقارضة متاعي و تنخلي ديك تطوطة ترتاح واحد الساعة عاد باش ندخلها الفرن فبالنسبة الفرن تنشعلو عليها ما تنكونو شاعلي الفرن سخون و تندخلوها تنخليوها الطب من تحت حتى تتطب و تتحمر لنا من تحت عاد باش نشعلو عليها غير واحد شوية من الفوق ماشي تنقليوها حتى تتاخد ذاك اللون محمر بالزافره تيجينا الليلة خلينا حتى تتحمر بالزافر فرنة البنات فتيقسح و تتقسح لنا هذيك العقدة تتمرتها يوم تتجيش زوينا و تتنشف تناخدوه و تنديرو في العسل فبالنسبة العسل اللي را خدمتوه معاكم في القناة اللي هو ناجح تنخدموه في ربع ساعة هذي نحط لكم الرابط نتاعو اسفل الفيديو فتيجي لها تشكل هذا فبنسبة المقروض كي تنخرجو من الفرنة تكون سخون تنديرو في العسل وتنخلي تتشرب العسل تكون بارد بارد و ضروري من العسل يكون عاق ذاك كيف ما تتشوفو وتنخلي حتى تتشرب ذاك العسل تقريبا واحد عشرين دقيقة حتى نساعة باش هكه تيجينا معلك مزيان و غادي ندوز باش نخدم له ها تزينت او فتزينت يبقى العسل بل اقتيارتاكم ما عندكم مش هدموله السيليكون فممكن تكتفيوا باك كي خدمتو لكم انا في الول انا انا غادي نزينو والبنات غادي ناخد هدمول السيليكون اذا اللي انتاعلو رضا وتنضينو بشوية الزيت كيف مما تتشوفو تنضير في هذيك العقدات على التمر او العجين التمر و تنبدا تنضغط عليهم مزيان بيديا تتياخد الشكل نتعلمول و تنخرجها دي كلوريدا و تنحطها في الوسط فرا تتبتها البنات ببوحدة حينت المقروط معسل فرا تنحطوها و تتبت لينا وتجيسها راح زوينا كي قلت لكم ما دو هير اقتراحت انا تنعطيوهم لكم ولكن الوصفة هي هذيك اللي اعطيتكم في الاول فممكن تخلي واكك إلا ما عندكم ش هاد شي باش تزينو او اللي ممكن تديرو كويرات نتعو علي عجين التمر و تدو زو ماك في واحد شوية نتعج الجنجران البيض و تتحطوهم في الوسط تاو و ما تعتوها كواحد لمنا ندير زوينا البنات لها المقروطة فبنسبة لطريقة الاحتفاظ فتناخدوه و تنديرو في واحد البواطة بين كلها تبقى و تبقى تنديرو بلاستيك غدائي و تندخلو الو مجم مدراتي يبقى مدة طويلة في ما بغيناه تنجي بدوه قبل ما نحطوه في طبلة حتتي تتلق و تنحطوه في طبلة حتتي تتلق و تنحطوه في طبلة حتتي تتلق و تبقى زوين كيف مما قلت لكم اما يخلينا كغير في الكوزينة فمرة مرة تنقلبو البواطة باش تي عاودي نزل دك العسل علي و تي عاودي تاسل لنا تناخد هنا بلاستيك و تندير فيها عجين طمر كيف مما تتشوفو و تنبدو تنطلقوه بالطلق و تنقطعوه بالقطع اللي لشكل ورده ما عندكم مش هذك القطع فممكن البنت هكت تصايبوه غير بالموس تتبدوه تقطعوه على شكل ورده و تتلصقوه في ذاك الجنب و تنعوجوه ما كباش تعتبه واحد المنايدر اللي هو زوين الصراحة تنتمنى تخليوه لي في التعليق واش عجبكم هذة المقروطة دا البنات واش تبغيوه المزيد من هذة الاقتراحات هذو سوف تنبقى المستمر راح تتنسالي تزين تاعي كامل و تنزينه بالطل فبالنسبة للطل اللي راتي تباع البنات في جميع المحلات التجارية اللي تبعوه مستلزمات الحلويات قرية تدير خمسة درام فرات طل بالنسبة للبنات اللي ما تيعرفوش هو واحد السقلي طرش فوق هذي كالوريدا نتعت التمر تعتى واحد المنادير اللي وزويين كل ما حركنا المقروطة كل ما تيتحرك هذك التول و تيجيه رائع صراحة وورا بحال ذك السقلي اللي تديرو لعريصات العرفة طالبنات سوف يتنجرون في واحد القوائل تتنتوع الحلوه هكا كات زيين بسيت كي قلت لكم انتم مرة ممكن تخليهم غيرها هكا تماتيروا ليوما البنات حتى شي حاجة البنات إلا عجبتكم الوصفان تاليوما لا تنسوش تدعموني بلايك و بارتاج الفيديو باش تزيدوا تشجعوني على البنات نحط لكم المزيد من هذه الاقتراحات واقتراحات مالحي للشعر الفاضل وبسحرحة البنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر